استوقف رجل فقير وشبه عاجز سائق تكسي وقال له بصوت ضعيف هل تسمح بتوصيل إلى بيتي بجانب الجبل وليس معي ما أعطيك من نقود ابتسم سائق التكسي وقال للرجل اصعد ولا تشغل بالك بأجرتي أوصله سائق التكسي حتى بيته وعندما نزل الرجل أقبل عليه أولاده الصغار وسألوه أجئتنا بالخبز يا أبتي فقال لهم في حزن لا والله ما جئت لكم بالخبز فقد استحييت من السائق أن أطيل عليه المسافة والوقت دون أجر أو مقابل سمع السائق هذا الرد من الأب المسكين فأراد أن يكمن معروفه فنزل أسفل الجبل واشترى خمسة أكياس خبز وذهب إليه وأعطاه إياها شاهد السائق أولاد الرجل الفقير التهموا نصف الخبز في دقائق من شدة جوعهم وفقرهم فحاول أن يخفي دموعه ونزل بسيارته من الجبل إلى المدينة يسعى في كسب رزقه ويبحث عن راكب جديد فاستوقفه سائح وقال له أوصلني إلى المطار فأخذه السائق إلى المطار وهناك أعطاه السائح ألفي جنيه والتسعيرة الاعتيادية لهذه الرحلة خمسمائة جنيه فقط وهو في المطار جاءه سائح آخر طلب منه أن يوصله إلى فندق شهير وأعطاه مئة دولار فاشترى السائق ما لذ وطاب من الفواكه والحلويات واللحوم ووضع كل هذه الأشياء داخل سيارته كي يذهب بها إلى الرجل الفقير وأسرته بالجبل لأنه تأكد تماما أن الله رزقه كل هذا الرزق بسبب خدمته لهذا الرجل التي كانت خالصة لوجه الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون إلا أن أحد الأصدقاء التقى به أمام بائع اللحوم وأصر أن يذهب معه إلى بيته ليشاركه في وليمة أعدها بمناسبة خير أتاه فذهب معه ولب دعوته فوجد إصرافا كثيرا ومباهاتا بأنواع الأطعمة وبعد العشاء بقي صنف من الطعام بأكمله لم يمسسه أحد فاحتاروا أين يذهبون به فقال السائق أنا آخذه وبعد أن ودع السائق صاحب الوليمة ذهب إلى أسرة الرجل الفقير وأعطاه كل ما اشتراه وما حصل عليه من الوليمة فكاد الرجل أن يبكي فرحا مما يحدث له وقبل أن ينصرف السائق سامع صوت الأطفال الصغار من خلف الباب تصيح بأعلى صوتها وكأنها رأت شيئا عظيمة لحم وفاكهة وحلوة فسقطت دمعة من عينه وهو يتقطع من الألم داعيا لأهل هذا البيت ولغيره أن يرحمهم الله وأن يلطف بهم وأن لا يؤخذنا الله بتقصيرنا تجاههم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون داخل السيارة ركب معي في السيارة أحد المعارف هو والده قبل عشرين عاما وقد استغربت كيف أن الولد الشاب أدخل والده في المقعد الخلفي وركب هو بجانبي لكن الأغرب من ذلك أن محادثة بين الأب وابنه طالت وتحولت إلى مشادة كلامية لم أعرف كيف أوقفها وأنا أقود السيارة بين مكة وجدة وتطورت المشادة في النهاية لرفع الشاب يده عاليا مهددا والده بالضرب إن لم يسكت كانت مفاجأة كبيرة لي وقد علمت فيما بعد أن ذلك الشاب قد تعود على هذا العقوق مع والديه وأنها ليست المرة الأولى التي حدثت معي ذلك الشاب وبعد عشرين عاما وجدته في الطريق مع ابنه الأكبر فدعوته للركوب بالسيارة فتكرر المشهد أمام عيني مرة أخرى إذ بابنه يركب بجانبي ويترك والده ليجلس في المقعد الخلفي وأثناء الحديث حدثت مشادة بينه وبين ابنه وسمعت الصبابا من الابن لأبيه بل رفع الابن يده على والديه وهدده بالضرب مثل ما كان يفعل والده في أبيه قبل عشرين عاما فسبحان الله نفس المشهد يتكرر بالتمام والكمال مشادة كلامية تنتهي بأن يهدد الابن أباه بالضرب لذلك عاتبته على سوء أدبه ثم أنزلته من السيارة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ليكمن طريقه بنفسه وفي الطريق تحدث هذا الشاب الذي أصبح أبا عن سيرة حياته من يوم أن ركب هو ووالده معي منذ عشرين عاما وحتى اليوم فوجدت كيف أن الله العادل عز وجل يمهل ولا يهمل في معظم المعاصي إلا في العقوق فذلك الأب الذي أصبح الآن مسكينا حكى لي أنه على مدى العشرين سنة الماضية لم يدخل أمرا إلا وكان يتخبط فيه بين الفشل والعجز والخسارات المتتالية وحكى أيضا عن زوجة نكدية لا تبتسم أبدا معن عمل مهين يطرد منه إلى عمل أحقر منه حتى عندما جاءه رزق لم يخطر على باله دخل به في أعمال فخسرها في مدة قصيرة جدا وكادت الديون تعصف به وبأسرته وتلقي بهم إلى الشارع كما تكالبت عليه الأمراض وهو ما زال في ريعان شبابه وحتى اليوم وقد أقر بنفسه وهو يبكي وبعد فوات الأوان أن التعامل مع الوالدين دين سيرده الله إليك إن أحسنت معهما أحسن أولادك إليك وإن أسأت إليهما رد إليك الأبناء الإساءة وأكثر لقد ندم الأب أشد الندم على عقوقه لوالديه لأن ابنه يكرر ذلك معه فسبحان رب العدل وصدق رسوله الكريم حيث قال بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بعد اليوم الختامي للمعرض الذي تشارك فيه الشركة التي يعمل بها أسامة الشاب التقي استقل سيارته متوجها إلى منزله في وقت متأخر من الليل بعد عمل يوم شاق وفي الطريق وكان الشارع مظلم أبصر من يشير إليه بيده طالب مساعدته كان رجلا وبجواره سيدة تحمل طفلا يبكي يريدان توصيلهما لأقرب مستشفى فوافق بعدما تذكر طفلته المريضة بمرض لا يعرف الأطباء علاجه وبعد أن تحركت السيارة لمسافة قصيرة تذكر أسامة أنه نسي الحقيبة التي تحوي جهاز الحاسوب الخاص به اللابتوب والذي يحفظ معلومات العمل التي دأب على جمعها على مدى خمس سنوات كاملة وكذلك أوراقه المهمة حيث كان قد صلى العشاء في جماعة بحديقة مبنى الاحتفال لعدم وجود مسجد بالمبنى وترك حقيبته في الحديقة فارتفع دقات قلبه حين تذكر أن أكثر من سبعمائة شخص جاءوا للمشاركة في حفل القتام فمن يدري لعل فيهم من تسلل وسطهم من نصوص وأصبحت الحقيبة صيدا سهلا لهم فكر أسامة في الاعتذار لهذا الرجل وزوجته ويتركهما في هذه الساعة المتأخرة ويعود إلى مكان الاحتفال عله يجد الحقيبة ولكنه تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء وقال في نفسه أليس إيصال هذا الرجل وزوجته التي تحمل طفلا رضيعا من صنائع المعروف خاصة في هذه الساعة فلما الخوف إذن؟ وإن اليقين والتصنيق بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته إذن ما دمت في حاجة أخي فسيكون الله عز وجل في حاجتي وسيحيط حقيبتي بعنايته حسم أسامة أمره وأقصل الرجل وزوجته إلى المستشفى الخاص الذي يعالج ابنته ودفع كل المصاريف من جيبه فدعا له الزوجان وشكراه وفي الصباح ذهب أسامة لعمله وبحث عن الحقيبة فلم يجدها فابتسم ولم يحزن ثقته في الله ويقينه بأنه سيجد الحقيبة وأبلغ كل العاملين بالشركة عن فقدانه للحقيبة وأطلعهم على مواصفاتها وبعد أسبوعين وهو بمنزله رن جرس الهاتف فكان صوت مسؤول الأمن بالشركة يقول له لقد حضر رجل غريب وسلمنا الحقيبة ففرح كثيرا وحمد الله ثم ذهب إلى الطبيب الذي يعالج ابنته ليطمئن على حالتها من خلال الأشعة والتحاليل الأخيرة فكانت المفاجأة السارة حيث أخبره الطبيب أن ابنته شفيت تماما فسجد لله شكرا وقال نعم إنها عاقبة اليقين ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر